موسيقى طلاب السنوية العامة أهلا بكم في مراجعة جديدة لمادة الفلسفة والمنطق هنكمل مع بعض الأسئلة اللي تخص النظام التعليمي الجديد اللي بيعتمد على الفهم والاستنتاج نبدأ مع بعض فيه أول سؤال في مادة الفلسفة التنمية المستدامة تعني الرابط بين منظومة البيئة الطبيعية ومنظومة البيئة الاجتماعية والاقتصادية تشير العبارة إلى الفكر البيئي عندها العبارة بتتكلم عن تنمية مستدامة يعني بنحاول أن احنا نعمل عاملية التنمية بشكل دائم التنمية المستدامة مرتبطة بمنظومة البيئة اللي تخص الطبيعة والبيئة الاجتماعية والاقتصادية مين من الفلسفة اللي رابط ما بين المجتمع والطبيعة والاقتصاد هنركز على كلمة المجتمع أو البيئة الاجتماعية مين من الفلسفة اللي درسناهم السنة اللي فاتت في السنة تانية لو نفتكر المعلومة ودرسناه السنة دي وبيتكلم أو ربط بين البيئة والمجتمع هو ابن خلدون لو بصيت لبعض البدايل التانية عشان أحاول أستبعد بعض البدايل لو أنا أطلق بط ابن ردوان لا الطبيب علي ابن ردوان كان بيتكلم عن الأمراض اللي ممكن نصاب بيها لو احنا عيشنا في بيئة معينة لأنه درس المناخ المصري كويس جدا وبدأ يقول إيه هي الأمراض اللي ممكن يصاب بيها الفرد في البيئة دي توم ريجان وبيتر سينجر الاتنين كانوا بيدفع عن حقوق الحيوان فبالتالي أنا بستبعدهم من الإجابة ويبقى الإجابة الصحيحة هي ابن خلدون السؤال اللي بعده ترى العقلانية أن الواقع يكون من خلال تطابق الفكرة مع ذاته القيمة الفلسفية التي تبحث هذا هي إحنا درسنا مجموعة من القيم اللي استفادنا منها من دراسة الفلسفة إيه هي القيمة اللي أنا استفدتها وممكن أطبقها على أرض الواقع وممكن أن أنا أمارسها في حياتي ومرتبطة بفكري مرتبطة بالعقل مش بالتصرف والسلوك مرتبطة بالعقل يعني أعرف منها الصح والغلط طب الصح والخطأ بمعنى أن أنا بتجنب عوامل الوقوع في خطأ التفكير لأنها بتعتمد على أن أنا أفكر بطريقة صحيحة مين القيمة اللي ركزت على العلم اللي بيحاول أنه هو يجنبني الوقوع في خطأ التفكير أكيد إحنا عارفين أن العلم ده هو علم المنطق ومؤسسه هو أرستو فبالتالي أرجع للإعبارة مرة تانية ترى العقلانية يعني من العقل لما أرجع للواقع بيكون الواقع ده مرتبط بتطابق بين الفكر بين العقل وبين ذاته وبين نفسي أنا أن أنا أفكر بطريقة صحيحة وأطبق ده على أرض الواقع أنهي قيمة بقى اللي كانت بتبحث في علم المنطق وتجنب الوقوع في خطأ التفكير زي ما درسنا قبل كده إزاي بنا نتجنب الوقوع في خطأ التفكير وعرفنا كويس إيه العوامل اللي بتؤدي إلى وقوع في خطأ التفكير في سنة أولى في الصف الأول لمدة الفلسفة هندور في القيم وهنلاقي إن قيمة الحق هي القيمة التي تبحث في عدم الوقوع في خطأ التفكير وهي اللي اهتم بها علم المنطق واللي أسس النوع ده من الدراسة هو أرستو يبقى الإجابة الصحة هي الحق السؤال اللي بعده صناعة العديد من المنسوجات التي تقوم على صناعة الخيوط بغزل ألياف الصوف الخام أو الكتان أو القطم أو الحرير تجسد العبارة مفهوم العمل عنده صناعة العديد من المنسوجات الصناعة اللي أيمع لإني أستغل المواد الطبيعية أستغل الخيوط أستغل ألياف الصوف الخام أستغل الكتان أو القطم أو الحرير معنى كده أن أنا بحاول أن أستفيد من الطبيعة وبحولها لصناعة أستخدمها أنا كإنسان مين الفيلسوف اللي تكلم عن تحويل الطبيعة والاستفادة من خيرات الطبيعة بتحولها لأن علاقتي بالطبيعة مش مجرد فهم أو تفسير وهي علاقة تغيير وتبديل واستفادة جتارة أفلاطون أفلاطون كان بيتكلم عن العمل من منظور ديق قوي كان بيتكلم عن تلت طبقات وبيتكلم عن الطبقية وأن طبقة معينة هي اللي بتختص بالعمل كانت رؤية رؤية عنصرية كان بيتكلم عن العبيد هما اللي يشتغلوا بس في تلبيت احتياجات الفرد واتكلم عن تلبيت احتاجات الفرد من مأكل ومسكن وملبس ما تكلمش عن استغلال الطبيعة أرستو كانت وجهة نظره ما تختلفش كتير عن أفلاطون لأنه تكلم برضو عن العبيد وأنه هما دول اللي بيختصوا بالعمل نتكلمش برضو عن استغلال الطبيعة أدم ثمس احنا عارفين أنه كان ليه وجهة نظر باليد الخفية اللي هي تنفيذ المصالح الشخصية أو رؤية الإنسان الشخصية في العمل اللي بتعتمد على حريته في اختيار العمل اللي هيقوم بيه يبقى حر وبناء عادي بيحقق مصلحة لذاته طبعا منفعة مدية أو معنوية على حسب وفي نفس الوقت هو بيحقق المصلحة للمجتمع بتاعه فكرة الياد الخفية عند أدم ثمس كان ليه عائد اقتصادي للفرد وللمجتمع هيجل هو اللي تكلم عن علاقة الإنسان بالطبيعة وإزاي أن أنا باستغل خيرات الطبيعة لصالحي وإن أنا ببدل الطبيعة وبغيرها عشان أستفيد منها أنا مش بس بفهم الطبيعة أنا بحاول أن أنا أستفيد منها كإنسان يبقى العبارة تتفق جدا مع هيجل اختلف اثنان من الأطباء حول تخفيض سعر تثقرة الكشف للمرضى غير القادرين أو إعفائهم فقرر أحدهم تخفيض السعر والآخر إعفائهم من الدفع وأطاع العلاج مجانا ولكنهم اتفقوا على أن مساعدة المريض واجب مهني يجسد ذلك الموقف طبيعة القيم من حيث أنها طبعا إحنا درسنا القيم وعرفنا أن القيمة إما ذاتية أو موضوعية ودراستنا لذاتية القيم وموضوعيتها ما فيش حاجة منهم بتلغي الأخرى بمعنى أن إحنا في النهاية لما جينا درسنا الفلسفة اللي قيدوا أن القيم ذاتية والفلسفة اللي قيدوا أن القيمة موضوعية اتفقنا في النهاية أن القيمة ذاتية وموضوعية في أين واحد ما عندناش مشكلة في دي خالص أنا عايز أعرف العبارة هنا بتتكلم عن إيه أو الموقف ده بيجسد إيه لما اتنين من الأطباء يختلفوا حول مساعدة المرضى يبقى هما الاتنين متفقين على المبدأ هما الاتنين متفقين على المساعدة يبقى هما الاتنين متفقين على قيمة خير على فعل الخير كده احنا فاهمين السؤال هما الاتنين ولكنهم اتفقوا على أن مساعدة المريض واجب مهني يعني فيه رؤية مشتركة بينهم حول تقديم مساعدة للمرضى طب ايه الحاجة اللي هم اختلفوا فيها طريقة التنفيذ كل واحد مننا ممكن يكون عنده فكرة كويسة جدا ولكن حيطبقها زي ما هو عايز من وجهة نظر الشخصية أو الزاتية فواحد شايف ان هو ممكن يخفض سعر التذكرة شوية لغير القادرين والتاني قلق انا هعفيهم خالص من انهم يدفعوا سعر التذكرة اللي اتنين قدموا خير ولكن تنفيذهم للفعل مختلف فكرة التنفيذ مختلفة لأن القيمة ذاتية كل واحد بيشوفها حسب وجهة نظره لما نيجي نطبق القيمة على أرض الواقع بتلاقي ان سلوك الفرد بيختلف من شخص للتاني ولكن هما اللي اتنين مختلفين على تقديم خير يبقى معنى كده ان الخير هنا مطلق مفهومه واحد عندهم هما اللي اتنين وهو تقديم المساعدة يبقى احنا بنتكلم عن القيمة انها ذاتية بس لا بنتكلم عن انها موضوعية فقط لا واقعية ما هو واقعي بمعنى ذاتي لو انا طبقتها على أرض الواقع هبتختلف من شخص للتاني يبقى انا بتكلم عن ذاتية وموضوعية القيم في آن واحد السؤال اللي بعده اصبح من الواجب التحكم في نتائج الافعال التي تتجاوز الفرد لتعرض الوجود بأسره للخطر فاصبحت الضرورة ملحة لإقامة اخلاق جديدة تراعي فيها المستجدات القادمة او تراعي فيها المستجدات القادمة تجسد العبارة الفكر البيئي عنده من الواجب التحكم في افعالنا الافعال الان هي افعال المفروض ان انا نتحكم فيها اللي بتتجاوز الفرد وبتخلي الكون كله يقع تحت وطئة الخطر ندي مثال بسيط كده ازاي ان تصرفاتنا احنا كاشخاص او كافراد عاديين بتضر بالمجتمع ككل مشكلة كبيرة من تصاعد الدخان وعوادم السيارات بتسبب اختلال في درجات الحرارة وده احنا كلنا عارفين المشكلة دي وهي طبقة الاذون اللي حصل لها اختلال او ثقب تسبب في خلل في درجات الحرارة في فصول السنة فبالتالي دي حاجة انا مش عارف اغيرها انا خلاص اتصرفت التصرفات خاطئة وعرضت المجتمع كله للارض كله للخطر ومش عارف اصلح ده ما عنديش المقدرة ان انا اصلحه فبقى فيه ضرورة ان انا يكون عندي مبادئ واخلاقيات وقوانين وتشريعات وتنفيذ للحفاظ على البيئة ليه؟ عشان احافظ على المستجدات القادمة يبقى انا بتكلم عن فكر مستقبلي يبقى ركزت هنا على المستقبل مين من الفلسفة اللي دفعوا عن البيئة او اتكلموا او اهتموا عن البيئة وقالوا ان انا حافظ على الاجيال القادمة او خايف قوي من التصرفات اللي ممكن تأثر علينا في المستقبل عندي اتنين من الفلسفة ومنهم كان هانز يونس فبالتالي لما اجي ادور في البدايل من الشخصية اللي كانت بتتكلم عن المستقبل لقيت في دماغي هانز يونس صح لقيته في البدايل يبقى الاجابة بتاعتي صحيحة مليون في المية لان بقى البدايل اللي انا بصيت عليها وعايز اشوف اتأكد انا اللي في دماغي ده صح ولا لا بيتر سينجر وتوم ريجن اللي اتنين دافوا عن حق الحيوان بيجووا لي تاني مرة تانية في البدايل فدول انا بستبعدهم فيش اي حاجة موجودة في المقولة بندافع بها عن حق الحيوان ارني نايز ده كان بيتكلم عن الايكولوجيا العميقة وكان بينظر الى كل الكائنات الحية بعمق ليه نظرة عميقة شوية والدني مجموعة من المبادئ مش حتتعارض مع المقولة ولكن اللي ركز على الفكر المستقبلي هو هانز يونس يشير ريمان الى دور المعتقدات الدينية كاصول ثابتة تنطلق منها اخلاقيات المهنة ويظل لها في ذات الوقت بعد ثقافي اجتماعي يفسح المجال لتنوعات تتجاوز الدسادير واللواح يخالف ذلك اخلاق المهنة من حيث نركز على كلمة يخالف ليه؟ عشان يخالف دي معناها ان هذه العبارة تتعارض مع اي جزء من البدائل اللي جاي يعني اللي موجود ده بيختلف مع حاجة من البدائل اللي انا هقرأها دلوقتي يطار بقى كون ان انا اعتمد على المعتقدات الدينية في المهنة او في اخلاقيات المهنة واعتمد على البعد الثقافي واعتمد على الدستير يعني اللوائح والقوانين المتنوعة اللي بتختلف من دولة لاخرى اعتمد عليها في اخلاقيات المهنة الكلام ده بيتعرض مع انه فريق من اللي احنا درسناه يطار الفريق الاول اللي بيجمع ما بين الطابع العام والخاص معا ولا الفريق اللي قال ارتباطها بالطابع الثقافي وهده الفريق التاني فحص الثقافة السائدة في المجتمع وده كان الفريق التالت ولا الفريق اللي تكلم عن نسبية الاجور للموظفين طبعا العبارة تخالف الفريق الاول ولو رجعنا للكتاب هتلاقي ان الفريق الاول هو اللي جمع ما بين الطابع العام والخاص ورفض اي تدخلات سواء كان تدخل ديني او تدخل من خلال السلطة السياسية الموجودة في الدولة هو مش عايز اي تدخلات شايف ان الممرسة العملية للمهنة ممرستنا للمهنة بشكل عملي هي دي المعيار الامثل لقواعد هذه المهنة فبالتالي انا مش هلجأ لحاجة تانية غير ممرستي العملية ورفض اي نوع من التدخلات سواء كان سلطة دينية او سياسية فبالتالي العبارة تخالف الفريق الاول اللي جمع ما بين الطابع العام والطابع الخاص معنا سؤال بعده عملية تتم عن طريق الحصول على مني الرجل حيث يتم الجمع بينه وبين البويضة في انبوب زجاجي وبعد يومين يقوم الطبيب باعادة زرع الجنين الذي بدأ يتشكل في رحم المرأة المريضة يعبر ذلك عن حتى دي اقرأ العبارة واركز احنا هنا بنتكلم عن مرأة مريضة يعني عندها مشكلة في الانجاب وانا اتكلمت في منهجي عن مجموعة من المشاكل اللي تخص عملية الانجاب اللي هو الانجاب الصناعي الانجاب الصناعي هبص على البدايل كده كان فيه استيجار ارحام وكان فيه اخصاب خارج الرحم وكان فيه بنوك مني وكان فيه بنوك الاجنة كل المشكلات اللي موجودة في البدايل تخص مشكلة الانجاب الصناعي طب العبارة هنا او الموقف ده بيشير لانهي قضية فيهم عندي امرأة مريضة تعاني من عدم الانجاب فلجأت الى الطبيب عشان يتم زراعة جنين من خلال تلقيحها او تلقيح البوايدة الكلام ده كان بيتم في استيجار ارحام طبعا لا استيجار ارحام مشكلة مختلفة تماما بنوك الماني اللي منها اتكلمنا عن بنوك منية العباقرة او الترويج بما يسمى بنوك منية العباقرة لا خالص هنا دي مشكلة تخص زوجين الزوجة هنا عندها مشكلة في الانجاب بنوك الاجنة والتخلص منها خاصة الاجنة او الفائد اللي يخص الاجنة لو انا استخدمت منهم للبحث العلمي ده المشكلة هنا بتتكلم عن الاخصاب خارج الرحم لانه بيقول ان تم عمل التلقيح في انبوب زجاجي خارجي وبعد يومين هيزرعوا فيه رحم الام او الزوجة المريضة فهتبقى دي اخصاب خارج الرحم السؤال اللي بعده وضع الدجاج فيه اقفاص ضيقة يمنعها من بسط جوانحها بشكل كامل او التجول بحرية او التمرمغ بالغبار او نبش الارض او بناء العش يخالف الموقف السابق الفكر البيئي عنده بنتكلم عن الدجاج يعني بنتكلم عن الحيوانات ذهني اكيد هيروح لاتنين من الشخصيات اللي انا نوهت لهم فيه سؤالين قبل كده اللي اتكلموا مدفعوا عن حقوق الحيوان طيب هندور عنهم في البدايل بيتر سينجر او توم ريجان مين من الشخصيات موجودة في البدايل عشان اختاروا من غير مدوخ نفسي بقى في البدايل التانية انا عارف ان انا بتكلم عن حيوانات بتكلم عن حقها في انها تأكل تنبش في الارض او تبني العش بتاعها فبالتالي انا كون ان انا حطاها في قفص دي يبقى انا كده ضغطت عليها او ايتت حريتها او انا كده ازيت الدجاج بشكل او باخر فبالتالي بيتر سينجر هو الاجابة الصحيح هو موجود رقم ب السؤال اللي بعده يشارك جون ديوي ويليام جيمس في ان الافكار هي بمثابة الخطط والعروض التي تستمد نتائجها من التجربة او في التجربة فهي ليست خواصا لعقل منفصل عن الطبيعة متعالن عليها يشير ذلك الى مفهوم هنركز شوية في السؤال ده ونشوف البداي القيم ولا التفلسف ولا الاستقلال الذاتي ولا التسامح الفكري يتشارك شخصيتين جون ديوي ويليام جيمس في ان الافكار يعني الفكر الموجود في عقلي بمثابة خطط وعروض خطط انا برسم خطة باستمد النتائج من الخطة العقلية اللي انا بقوم بيها او التفكير الجيد اللي انا بقوم بي عن طريق العقل وبطبقه فيه تجربة عملية هاخد النتيجة بتاعتها دي وطبقها ونفزها على ارض الواقع هي ليست خواصا لعقل منفصل عن الطبيعة يعني النتائج او الافكار او الخطط مش حاجة بعيدة عن الطبيعة او حاجة متعالية عليها بالعكس انا بمارس ده على ارض الواقع اي فكرة بتيجي في دماغي ليه علاقة بالممارسات الحياتية او بالممارسة الحياتية ليه الافكار دي تتطفق مع مين القيم انا ما اتكلمتش عن موصل ولا خير ولا حق ولا شر ولا اي حاجة ولا فضيلة بتتطفق مع الاستقلال الذاتي اللي بيقول ان انا يبقى لي رأي منفصل او وجهة نظر ذاتية او شخصية لا العبارة ما تترقتش لذلك تماما بيكلم عن التسامح الفكري ان انا اقبل اراء الاخرين او اقبل بتنوع الافكار لا هو بيكلم عن ان انا افكر كويس ان انا عقلي فكر كويس يحط خطة كويسة يعني افكر تفكير ناقد يعني بتكلم عن معنى او مفهوم التفلسف السؤال اللي بعده المدير الذي يعمل على اهانة موظفي وعدم احترامهم وتقدرهم يخالف ذلك اخلاقيات الوظيفة العامة من حيث اكتر من سؤال جاي يخالف نركز شوية على يخالف يتعارض ليه لان انتوا ساعد بتقرؤوا المقولة او العبارة او المثال وتيجوا تطلق بطو وما تعرفوش ان الكلام اللي موجود فوق ده يختلف مع البديل اللي مفروض ان انت هتختاره فنركز شوية في نهاية الجملة الكلمة هتفرق معنا كتير فهمي للمقولة هيفرق معي كتير او للموقف فانا عايز اشوف هنا المدير اللي بيهين الموظفين بتوعهم ما بيحترمهمش وما بيقدرهمش الكلام ده بيخالف ايه من اللي احنا درسناه في اخلاقيات الوظيفة العامة اخلاقيات الوظيفة العامة كانت بتشمل الاليات والمبرات والعناصر فانا عايز اعرف هنا ديت تختلف مع مين مع سلوك الموظفين في الدرجات العليا كنموذج ولا تحسين الخدمات المقدمة للجمهور ولا المدير اللي بيعمل كده بيعزز من اداء المنظمة كوحدة كلية ولا بيكون عنده شفافية في تنفيذ الاعمال من جانب الموظفين لو انا بفكر كويس انا هنا بتكلم عن مدير فبالتالي هو في درجة عليا فبالتالي المفروض انه يبقى نموذج يحتزى به يعني مسأل اعلى لاي موظف فانا هنا بتكلم عن سلوك الموظفين في الدرجات العليا كنموذج ودي الاجابة الصحيحة شوفوا السؤال اللي بعده يتوقع انه من المستطاع مستقبلا الاستغناء عن رحم الانسة وسوف يصبح من الممكن ان ينشأ الطفل نطفة فعلقة فمضغة فجنينا مخلقا فطفلا كاملا داخل او خارج الجسم البشري يمثل ذلك الاستنساخ البشري ولا زر الاعضاء الجينوم البشري التحري الوراثي من المستطاع مستقبلا ان احنا نستغناء عن الانسة او رحم الانسة وهيبقى من الممكن ان احنا ننشأ طفل بعيدا عن جسم الانسان تماما دي بتمثل انه مشكلة من اللي احنا درسنا استنساخ ولا زر الاعضاء ولا جينوم ولا تحري وراثي اكيد هي الاجابة الاستنساخ طيب نشوف السؤال اللي بعده طبعا انا ما عنديش مشكلة خاصة مع البدال التانية واكيد انتم مشكلة لغبط زر الاعضاء مختلفة والجينوم مختلف والتحالي الوراثي قضايا مختلفة تماما فما فياش لغبط السؤال واضح جدا السؤال اللي بعده يقول بيرنارد دافيد ومن التكلف ان نشكك في شرعية اختبارات فرز العمال بحجة حق الافراد المطلق في فرص متساوية للحصول على العمل فيكاد يكون من المستحيل ان يلتحق بوظيفة جزار تمثل المقولة السابقة احدى المشكلات الناتجة عن التحري الوراثي وهي انا عندي اربع مشكلات نتجت عن التحري الوراثي وهي اليوجينيا والحتمية الجينية والتفرقة في المعاملة والتمييز على قصة الجينية تعالوا نشوف العبارة او المقولة اللي قالها بيرنارد تتفق مع انه مشكلة من اللي طرحناهم للتحري الوراثي من التكلف انه شكك فيه شرعية اختبارات فرز العمال يعني بيتكلم عن العمل فرز عمال يعني هعمل لهم مقابلات اختار العمال الصالحين للعمل طبيعي ده بيحصل في اي شغل تمام ما عنديش مشكلة طيب بيكلم عن اختبارات فرز العمال بحجة حق الافراد المطلق حق صاحب العمل المطلق فيه فرص متساوية لحصول على العمل المفترض انه عارف ان كل الافراد اللي هيتقدموله عندهم فرص متساوية في انهم يحصلوا على هذا العمل فيكاد يكون من المستحيل ان يدافع المرأة عن حق مريض من المستحيل بقى ان انا لقي فيه شخص او صاحب عمل بيدافع عن حق احد الاشخاص الذي لديه مرض من الامراض ويمنعه من انه يلتحق بهذه الوظيفة انهي مشكلة اللي بتتكلم عن ان الشخص صعب ان هو يوجد وظيفة مناسبة ليه حنلاقي اليوجينيا كانت بتتكلم عن مشكلة مختلفة وهي التحكم في الانجاب الحتمية الجينية كانت بتتكلم عن ان انا بتصرف تصرفات وفقا لان لان ورسته من جينات وده كوين لي حاجة اسمها طبقة الملحطين جينيا التفرقة في المعاملة معناها ان انا بفرق بين الافراد في المعاملة نتيجة لبعض الصفات الممكن تظهر عدم قدرتهم على العمل فبالتالي صاحب العمل بيختار الشخص اللي بيظهر على جسده او شكله ان هو سليم ومعندوش اي مشكلة في الجينات التمييز على قصص جينية ان انا بدأت اميز بين الناس على اساس جيني بحيث ان انا ممكن امنع حقوق على بعض الافراد اللي عندهم شزوذ في الجينات امنعهم من التعليم المناسب او التأمين الصحي المناسب فبالتالي الموقف ده او العبارة دي تتفق تماما مع التفرقة في المعاملة سؤال اللي بعده قام صاحب احد المحلات بالقاء كل المهملات بالشارع الجانبي للمحل واعترض السكان على ذلك لانه يتعارض مع الحرية بوصفها هيجي بقى تكلم صاحب المحل ده تقوله اللي انت عملت ورا متلنا المهملات بتاعتك في الشارع وبواصلنا الدنيا هيقولك انا حر الشارع ده يعني فاضي يعني مش ملكك براحتي اعمل اللي انا عايزه فهترد عليه تقوله ايه بقى حريتك انا ايه تقف عند حدود الاخرين انت حر ما لم تضر انت حر بس ما تضرش اللي حواليك مش من حقك انك تقذي السكان البقين بشكل المهملات اللي موجود في الشارع اللي ممكن يتسبب فيه الامراض او انتشار الامراض في المنطقة اللي انت ساكن فيها فده يتعارض مع الحرية بوصفها شعور ولا الحرية بوصفها ضرورة ولا مسئولية ولا اختيار الحرية بوصفها شعور بتميز ما بين الانسان والحيوان حقي او شعوري باننا بفرق عن الحيوان باننا عندي المقدرة على الاختيار انا مش باكل بشرب ومنام فقط لا انا عندي حرية اختيار في السكن في العمل في التعليم حرية وضرورة معناها ان انا في بعض المواقف اللي بمر بيها في حياتي بتضطريني الظروف ان اختار فعل معين او حدث معين الحرية والمسئولية معناها ان انا بتحمل نتيجة تصرفاتي وان الحرية اللي انا بمتلكها مش حرية مطلقة ولكن هي حرية مسئولة يعني بتحمل فيها النتيجة تماما انت حر ما لم تضر حرية اختيار بمعنى ان انا عندي مقدرة على الاختيار طبعا الموقف ده اتفق تماما مع الحرية والمسئولية على ان انا بوصفها بان مفروض ان صاحب هذا المحل يبقى مسئول عن تصرفاته يقف عند حدود الاخرين ولا يضر بالاخر هو حر في نفسه حر في المحل بتاعه ولكن مش حر في انه يضر السكان الموجودين في نفس المنطقة للمحل بتاعه يبقى هنا يتعارض مع الحرية والمسئولية سأل بعده قامت احدى شركات الدواء بانتاج دواء جديد وطرح في الاسواق ولكن بعد شهر من تداول الدواء وتناول المرضى له اكتشفوا ان هناك اعراض جانبية ظهرت عليهم نتيجة وجود خلل في التركيبة مما دفعها لسحب الدواء من السوق ويعادة انتاجه بالمواصفات الصحيحة يجسد ما سبق احدى فوائد مواصيق اخلاقيات المهنة وهي الصورة الذهنية الايجابية المسئولية القانونية والاجتماعية تحسين الاداء الاستخدام الامثل للموارد احدى شركات الدواء قامت بانتاج دواء وخلاص نزل في السوق والناس المرضى اخذوا العلاج ولكن بعد تناول المرضى لهذا العلاج اكتشفوا ان في اضرار جانبية للدواء لما الشركة فحصت الاضرار الجانبية لقيت ان في خطأ في التركيبة فبالتالي اضطرت انها تسحب كل الدواء اللي موجود في السوق وتعيد انتاجه مرة تانية الشركة دي خسرت الدواء اللي نزلته في السوق خسرته خسرت المواد الخام اللي استخدمتها في الدواء او في التركيبة بتصنعها او بانتاجها واضطرت انها تعيد الانتاج مرة تانية بتكلفة جديدة عليها وتوزحها اكيد على المرضى فبالتالي ده اتفق مع ايه مع الصورة الذهنية الايجابية هو هنا الشركة بتحاول انها تجذب المرضى لشراء الدواء يعني انا هنا بحاول اعمل جذب للعميل المسئولية القانونية والاجتماعية انا هنا الشركة تضرت قانونية ما تعرضتش للمسائلة هنا الشركة بتحسن من الاداء بتاعها ولا الشركة هنا تعرضت لمشكلة او الاستخدام الامثل للموارد هو يعني استخدام امثل للموارد الاستخدام الامثل للموارد المقصوب بيه ان انا عندي مجموعة من الخامات مجموعة من الامكانيات الموجودة عندي وبأحسن استخدامها عشان ما هدرش الخامات اللي موجودة في التصنيع فبالتالي هنا الموقف يتطفق تماما مع الاستخدام الأمثل للموارد طبعا الشركة تكلفت مبالغ طائلة لإعادة التصنيع حيجي فرد أو طالب يقول لي ليه ما تعرضتش ليه الإجابة ما تبقاش مسؤولية قانونية واجتماعية مش مفهود الشركة هنا هتتعرض للمسائلة نتيجة أنها نزلت دواء غلط أو التركيبة بتاعته كانت خاطئة هقول لك أن الموقف ما أشرش أن الشركة دي تعرضت للمسائلة الموقف هنا ركز على أن الشركة تكلفت انتاج دواء ورجعت تكلفت تاني مرة تانية الدواء ده وصناعته فبالتالي الإجابة الصحة هي الاستخدام الأمثل للموارد السؤال بعده الاهتمام بدراسة الأنظمة والطرق والأدوات التي تساعد على رصد المشكلات وتحليلها وتقصي تبيعتها الاجتماعية والصحية والجمالية والاقتصادية والاستراتيجية وغيرها من ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها يعبر ذلك عن معنى نقول تاني بنهتم بدراسة الطرق والأنظمة والأدوات اللي هتساعدني على أني أرصد مشكلات تخصي بقى أتقصى النتائج بتاعتها الاجتماعية والصحية والجمالية والاقتصادية والاستراتيجية بنقول أن ده يعبر عن معنى فلسفة البيئة ولا البيئة لغويا ولا البيئة إصطلاحا ولا الأيكولوجيا طبعا مصرحة الأيكولوجيا العميقة ده اللي بيتكلم عن الاهتمام بيئة الكائنات الحية لذاتها أو النظرة دي الكائنات الحية لذاتها البيئة لغويا والبيئة إصطلاحا البيئة لغويا كانت مشتقة من باقة يبوء ويتبوء بوقتا بمعنى المكان الذي ينزل فيه الكائن الحي أو الذي يقيم فيه الكائن الحي والبيئة اصطلاحا هي التعريف اللي ذكرهنا في الكتاب أو في المنهج بتاعنا اللي بنتكلم فيه كل ما يحيط به الإنسان هنا بنتكلم عن دراسة ونظام وطرق وأدوات حتساعدني أن أرصد مشكلات وحاول أن أقدم لي أحلول فبالتالي هنا أنا أتكلم عن فلسفة البيئة لأن الفلسفة في النهاية بتدرس مشكلة عشان تترحلي ليها حلول فأنا حاولت أشح لكم البدايل عشان تستبعدوا البدايل اللي ممكن تكون هتعمل لكم الأخباطة فبالتالي الإجابة الصحية لفلسفة البيئة أنها هي اللي بتدرس المشكلات عشان توجد لها الحلول المناسبة السؤال اللي بعده الجزء اللي يخص أسئلة المنطق اختلف العلماء والمفكرين حول طبيعة الرياضيات فمنهم من يقول أن الرياضيات صحيحة لأنها بديهية تعتمد على التفكير تجسد العبارة إحدى النظريات التي فسرت طبيعة الرياضيات وهي أن الرياضيات موجودة في أنا عندي أربع نظريات فسرت طبيعة الرياضيات النظرية الأولى كانت بتقول أن الرياضة موجودة في العقل فقط في عقلي في تفكيري النظرية الثانية بتقول أن الرياضة موجودة في عالم منفصل عن العالم بتاعنا. مش موجودة في العالم بتاعها الواقعي والمدي. النظرية التالتة بتقول إن الرياضة موجودة على الورق بس. ملاحظة علاقة بالواقع. النظرية الرابعة بتقول إن الرياضة موجودة فعلا في عالمنا الواقعي والمدي. هنرجع للمقولة مرة تانية ونتأكد هي تتطفق مع أنهي بديل صحيح وأنهي نظرية من النظريات اللي فسرت طبيعة الرياضيات. اختلف العلماء والمفكرين حول طبيعة الرياضيات. إحنا متفقين على ذلك لأن أنا عندي أربع نظريات. الرياضة صحيحة لأنها بديهية تعتمد على التفكير. هو التفكير مرتبط منين. إحنا بنفكر عن طريق إيه؟ العقل. فبالتالي أنا هبحث عن النظرية اللي ارتبطت فيها أو ارتبطت فيها الرياضيات بعقل الإنسان. يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى العقل فقط. السؤال اللي بعده. التفسير المؤقت للظاهرة يتم في ضوء مشاهدات علمية منهجية تحليلية. تستخدم وسائل وأجهزة وأدوات ذات إمكانيات تسجيلية وقياسية. يعبر ذلك عن العلم من المنظور المعاصر من حيث. الطبيعة ولا الغرض ولا الفرد ولا الموضوعية. هنتكلم عن العلم من المنظور المعاصر. تفسير مؤقت لظاهرة. خطوة رقم واحد في العلم من المنظور المعاصر إن أنا ببحث عن إيه؟ إيه الخطوة اللي أنا ببتدي بيها؟ وإيه هو نتيجة تحليلي أو استخدامي للأجهزة والأدوات وتسجيلي للنظريات القديمة. هاوصل لإيه؟ هاوصل منها لتفسير مؤقت. التفسير المؤقت ده أنا باعتبره إيه؟ الفرض العلمي. فبالتالي هنا أنا بتكلم عن الفرض. طيب طالب هيجي يقول لي ليه ما اخترناش الطبيعة ولا الغرض. طب ما هو الغرض من العلم من المنظور المعاصر إن أنا أوصل لفرض صوري جديد. ليه ما اخترتش الغرض؟ أنا هنا مش بتكلم عن أهداف. أنا بتكلم عن تفسير مؤقت. وتفسير المؤقت للظاهرة هو الفرض العلمي. والطبيعة اللي تخص المنهج من المنظور المعاصر. احنا قلنا فيها ان احنا ربطنا بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي. فبالتالي أنا ما تترقتش فيه المقولة دي اللي جمع ما بين الاستقراء والاستنباط. الموضوعية بمعنى عدم التحيز ودي من الخصائص مش من طبيعة العلم. السؤال اللي بعده مصطلح اطلقه افلاتون على موجه السفينة وهو يقوم على التغذية المرتدة من خلال متابعة وضع ما خلال فترات زمنية معينة لتحديد الوضع اللاحق. تشير العبارة الى مفهوم. مش هقول ان هذا المصطلح اللي قاله افلاتون يعني افلاتون قال المصطلح ده من زمانه ومطبق من عهد افلاتون. لا ولكن اللي قاله افلاتون ده يتفق مع ايه من اللي توصلنا اليه في العلم دلوقتي. عشان دي نقع يروحه افلاتون كان يتفق معه السكافة الرقمية والسلوك الرقمي والسبرنطيقة والصحة الرقمية. لا ايام افلاتون مكانش موجود. ولكن انا بقول المصطلح اللي اطلقه افلاتون ده يتفق مع اين اللي احنا درسناه. يتفق مع مفهوم السبرنطيقة يلا يتفق مع السقافة الرقمية والسلوك الرقمي والصحة الرقمية. التلات بدايل به وجيم ودال دول بيتكلموا عن كيفية التعامل مع التكنولوجيا الجديدة مع الانترنت مع وسائل التواصل الجديد. ولكن السبرنطيقة هي الاجابة الصحيحة لانها تتفق مع التوجيه. مع مهمة التوجيه. موجه الدفع وقائدها. السبرنطيقة. فتتفق مع او يشير الى مفهوم السبرنطيقة. السؤال اللي بعده. البديهية والمسلمة كلاهما قضايا تعمل داخل النسق. دون اي تفرقة بينهما. لذلك نجد معظم فلاسفة العلم لا يستخدمون اسمين عن الحديث. عند الحديث عن البديهية والمسلمة. يشير ذلك الى النسق الاستنباطي من حيث المقدمات. البرهان. التناقض. المفاهيم. البديهية والمسلمة. كلاهما من بناء النسق الرياضي. هنرجع لبناء النسق الرياضي. ونقول ان هو بيتكون من. مجموعة من القضايا. احداها مقدمات ونتيجة. المقدمات كانت عندي البديهية والمسلمة. والنتيجة كانت البرهان او النظريات. طيب. البديهية والمسلمة موجودة في المقدمات كان معها حاجة تاني. او المقدمات كان معها المعرفات ولا معرفات. يبقى هي مجموعة من المفاهيم ومجموعة من القضايا. المفاهيم كانت معرفات ولا معرفات. والقضايا كانت المبرهنات والبديهيات والمسلمات فهو تكلم فيه الهبارة دي عن البديهيات والمسلمات بنعتبرها من ايه من المقدمات للنصق الرياضي ولا من المبرهنات المبرهنات كانت في النتيجة فبالتالي يشير ذلك الى نصق الاستنباطي من حيث المقدمات السؤال اللي بعده قاعدة أرخيميدس تشمل جميع الاجسام الطافية او المغمورة يشير ذلك لاحدى خصائص العلم في المنهج العلمي المعاصر وهي قاعدة أرخيميدس تشمل جميع الاجسام الطافية او المغمورة يعني هنا قاعدة كلية عامة هعممها على كل الاجسام الطافية او المغمورة القاعدة العامة كلمة التعميم مرتبط اللفظ ده بايه اللفظ ده مرتبط بالموضوعية لا الموضوعية مقصود بيها ان انا ما بدخلش رأيي الذاتي او الشخصي في القانون اللي انا هتوصل اليه في العلم التنبؤ اللي انا بتنبأ به الظاهرة في المستقبل وبيحدوثها والتنبؤ اللي بيميزلي بين العلم والعلم ولا بيتكلم عن القياس وعن الثوابت اللي احنا كلمنا عنها ده ثابت بلانكو ثابت سرعة الضوء اصابة الجاذبية احنا انا بنتكلم عن العمومية او القانون العام المجرد الخاصية اللي بتتكلم عن التجريد بمعنى ان انا عممت هذه القوانين على كل الاطراف المشابهة او كل الظاهر المشابهة فهنا الاجابة الصحيحة الخاصية الصحيحة هي التجريد السؤال اللي بعده الحجة كل الطيور ثديات كل السمك طيور لذا كل الحشرات ثديات يشير المثال الى طبعا المثال هنا او السؤال موجود في حكم القضية في المقدمات وفي النتيجة عندي المقدمة كاذبة في المقدمتين كاذبتين النتيجة كاذبة هو موضح كاف 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 تمام يعني عارف هنا ان الحجة بتعتي كل قضاياها كاذبة طب انا عندي سرطين للحجة اللي كل قضاياها كاذبة لان صحيحة لان فاسدة طب عايزين نعرف اميز ازاي من الحجة الصحيحة والحجة الفاسدة الحجة صحيحة نتيجتها تلزم عن المقدمات الحجة الصحيحة نتيجتها تلزم عن المقدمات إنما الحجة الفاسدة هلاقي نتيجة فيها مختلفة عن المقدمات نشوف المثال ده كل الطيور ثاديات طبعا قضية كاذبة ما فيهاش نقاش كل السمك طيور برضو قضية كاذبة لذا كل الحشرات ثاديات وانت بتحلي كده حط خط تحت كلمة حشرات يا ترى هي موجودة في المقدمات مش موجودة نرجع فوق للمقدمتين مفيش كلمة حشرات خالص فبالتالي النتيجة هنا ما لزمتش عن المقدمتين فالحجة هنا فاسدة وكل قضاياها كاذبة أرجع للبدأين حجة صحيحة ذات مقدمات كاذبة ونتيجة صادقة لا حجة صحيحة ذات مقدمات ونتيجة كاذبة قلنا يعني هنحزف إيجابتين اللي هو ألف وبيل لأن هي أصلا حجة مش صحيحة لأن النتيجة جات مخلفة للمقدمات فهدور في جيم ودال على الإجابة الصحيحة حجة فاسدة ذات مقدمات ونتيجة كاذبة أيوة دي الإجابة هشوف دال أقرأها برضو حجة فاسدة ذات مقدمات ونتيجة صادقة لا لأن عندي الحكم هنا لكل القضايا كاذبة طب لو أنا مش عندي حكم القضية لو كيف الرمز ده مش موجود حضرتك فكر كده هو الطيور ثديات لا الطيور من اللي ثديات السمك طيور لا قضية كاذبة هفكر كده أشوف أشغل مخ شوي أعرف القضايا دي صادقة فعلا ولا كاذبة فبالتالي الإجابة الصحيحة حجة فاسدة ذات مقدمات ونتيجة كاذبة شوف السؤال بعده نلاحظ الآن تغيير عميق في طرق التعليم الحالية بإدخال التعليم المبرمج تجسد العبارة تغيير عميق في طرق التعليم أعتقد أنتم ممارسينها بقالكم سنتين والسنة دي سنة الثالثة باستخدام التابلت والظروف اللي بتمر بيها البلاد للكورونا أكيد بتتعلموا عن طريق طبعا البرامج التعليمية وبتلجأوا إلى الإنترنت ففي تغيير في طرق التعليم اتفقنا عليها العبارة دي بتجسد سلبيات تكنولوجيا الروبوتات هستبعد الإجابة هنحزف كده إجابتين هي مش سلبيات ولا ألف ولا بيه سلبيات تكنولوجيا المعلومات لا طبعا إيجابيات تكنولوجيا المعلومات هبص شوي في الإجابة دي وبص الإجابة اللي بعدها الصحة والسلامة الرقمية في طالب ممكن يقول ادخال طرق جديدة للتعليم ممكن تكون من الصحة والسلامة الرقمية لا نرجع كده للصحة والسلامة الرقمية واعرف أن معناها أن أنت تتجنب المخاطر الجسدية اللي ليه علاقة بالإنترنت يعني تتجنب أن أنت تكون مدمن الإنترنت عشان خاطر ما تتدرش لعينك والعمودك الفقري لا فبالتالي أنا بتكلم عن إيجابيات تكنولوجيا المعلومات دي نقطة إيجابية جدا أن أنا أستخدم تكنولوجيا المعلومات في التعليم شوف السؤال لبعضه كل العصفير لها جناحان وتطير كل النصور لها جناحان وتطير كل الصقور لها جناحان وتطير رجعنا تاني للحج من المرجح أن كل ما له جناحان يطير يجسد ذلك المثال حجة استقرائية وفقا للتفسير التقليدي ولا حجة استقرائية وفقا للتفسير المعاصر ولا حجة استقرائية وفقا للتفسير التقليدي وحجة استقرائية وفقا للتفسير المعاصر أنا هقول لكم على حاجة تحزفوا بيها إيجابتين من دماغكم لما تيجي تحلوا السؤال اللي يخص الحجة أول ما نشوف كلمة من المرجح أن من المحتمل أن ولاقي مجموعة من المقدمات اللي بتشير إلى جزيئات هتوديني لقاعدة عامة يبقى أنا كده رحت على طول ناحية الحجة الاستقرائية إنما الحجة الاستنباطية قلنا فيه علاقة حاسمة بين المقدمات والنتيجة النتيجة تلزم على المقدمات لزوم ضروري فما بقولش من المحتمل عشان كده لما جيت وصفت الحجة الاستنباطية قلت إنها صحيحة أو فاسدة نمى الحجة الاستقرائية بقول إنها قوية أو ضعيفة حسب دعم المقدمات لنتيجة الحجة فمن المرجح أنه هتخليني أدور في الإجابة ما بين ألف وبه جيم مودال كده هستبعدهم هي مش حجة استنباطية فإطارة بقى هي حجة استقرائية وفقا للتفسير التقليدي ولا وفقا للتفسير المعاصر الفرق ما بين الحجة الاستقرائية في التفسير التقليدي والمعاصر إن في التفسير التقليدي إحنا ملتزمين بالانتقال من حالات خاصة لقعدة عامة عندي حالات خاصة في المقدمات وهنوصل منها لقعدة عام ولكن في الحجة الاستقرائية للتفسير المعاصر قلنا إن إحنا ممكن فيها ننتقل من العام إلى العام أو من الخاص إلى الخاص تعالوا نشوف هنا الحجة كلها كل وكل وكل وفي النتيجة كل معناها نية كلها قاعدة عامة يبقى انتقلت من عام لعام يبقى كده حجة استقرائية وفقا للتفسير المعاصر السؤال اللي بعده يقصد بها أي تغيير يحدث في العلة؟ لا بد أن يحدث في المعلوم تجسد العبارة إحدى طرق ميل جون ستيورد ميل اللي قال لي العلاقة بين العلة والمعلوم من خلال مجموعة من الطرق طيب أي تغيير يحدث في العلة؟ لا بد أن يحدث له تغير في المعلوم طيب ده يتطفق معاني طريقة الاتفاق الاتفاق إذا وجدت العلة وجد المعلوم الاختلاف إذا غابت العلة غاب المعلوم الجمع بين الاتفاق والاختلاف جمعت بين الحضور والغياب التلازم في التغير هي دي المقصود بيها أن في حالة تغير في العلة والمعلوم تمام؟ والعلاقة بين العلة والمعلوم العلاقة إيه؟ علاقة طردية إذا زاد الكالسيوم في طعام الأطفال هيزود قدرتهم أو قوتهم في العضام يبقى التلازم في التغير السؤال لبعده حدث وقد اشتريت حذاء من محل واي أين كان اسم المحل يعني؟ واكتشفت أن سعره مناسب وموضع ثقة ولونه جذاب وقالبه ممتاز ومريح في الاستعمال لذا نصحت أختي بشراء حذاء من محل واي يجسد ذلك المثال الحجة الاستنباطية ولا الاستقراء الناقص ولا الحجة بالممثلة ولا الاستدلال الاستنباطي هنا أنا بشبه أو بعمل أوجه شبه بين حذاء جيد اقترحت أن هي أختي تشتري حذاء مماثل للي أنا اشتريته يبقى أنا بتكلم عن الحجة بالممثلة التعجل في أخذ القرارات التي لا تبررها المقدمات تجسد العبارة أحد الأوهام عند بيكون وهو بمعنى إيه التعجل؟ يعني التصرع يعني بتصرع في اتخاذ القرار ومعنديش أي مبرر لهذا القرار تسرعت في أنه وصل لنتيجة من غير ما تيقن منها ده نتيجة لأن أنا اتبعت أنهي وهم من أوهام بيكون الجنس البشري ولا الكهف ولا المسرح ولا السوق أنهي وهم اللي كان بيكلم عن التصرع في إصدار الأحكام الجنس البشري هنقول بقى البداية اللي مش هي الإجابة الصحيحة الكهف معناها أن أنا عندي معتقداتي ذاتية الخاصة كأني عايش في كهف خاص بي بعيد عن العالم اللي بره مكون لنفسي خاص معتقدات خاصة كهفي خصيني أنا الوحدي المسرح أنا بتأثر بيها بشخص كأني عايش في المسرحية بتأثر بالممثلين فخارج بمثل دور الممثل ده لابس تشيرت حلو فأنا هل بس نفس التشيرت اللي هو لبسه من غير ما يكون ده متفق معي أو مع شخصيتي الشخص ده قال حاجة فأنا هتتبعه لأن أنا مؤمن جدا برأيه فأنا كأني بنصاق ورا رأيه السوق معناها أن أنا بقع في الأخطاء نتيجة استخدام خاطئ للغة فالتصرع في الأحكام ده يتطافق مع الوهم اللي تكلم عنه بيكون عند الجنس البشري ودي حاجة احنا كلنا بنقع فيها من وجهة نظر بيكون لكل الناس بتقع تحت هذا الوهم أو هذا الخطأ يعني نستطيع من خلالها تعديل وتركيب الظاهرة أو الوصول إلى شيء جديد مثل استخلاص معدن الرصاص من صهر الحديد والنحاس بالنسب معينة تشير العبارة للتجربة في المنهج لاستقراء التجريبي من حيث هنا هو أوضح أن العملية اللي حنقوم بيها باستخراج الرصاص معدن الرصاص من صهر الحديد والنحاس بالنسب معينة دي تتطلب إجراء التجربة طب أنا بتكلم هنا عن مفهوم التجربة مفهومها ولا الغرض من التجربة ولا أنواعها ولا الشروط مش بتكلم عن المفهوم ما ركستش على مفهوم التجربة ولا الأنواع ما تطرقتش للتلات أنواع اللي يخصوا التجربة في العبارة ولا اتكلمت عن شروطها هنا بتكلم عن الغرض من التجربة ان انا بوصل من خلالها القانون بوصل من خلال التجربة الى قانون بتأكد من صحته بتأكد من صحة الفرض اللي انا افترضته من جميع المعلومات عن طريق الملاحظة ونشوف السؤال اللي بعده خطوات المنهج التجريبي عنده تجمع بين الفكر النظري والممارسة التجريبية يعبر ذلك عن فكر مين؟ جابر ابن حيان، كارل هنبل، فرنسيس بيكون، جون ستيورد، ميل خطوات المنهج التجريبي لو انا بتكلم عن خطوات منهج استقرائي تجريبي بقى انا كان عندي شخصيتين درستهم وهم جابر ابن حيان والحسن ابن العيس طب تعالوا نشوف الخطوات تجمع عنده بين الفكر النظري والممارسة التجريبية يعني جمع بين شيئين طب المنهج الاستقرائي التجريبي كان بيعتمد على الممارسة التجريبية فقط او هيعتمد على الممارسة او هركز فيها على الممارسة التجريبية يبقى هستبعد جابر ابن حيان جمع ما بين حاجتين فكر نظري وممارسة تجريبية مين اللي جمع بين اتنين من العلوم الاستقرائي والممثل في التجربة العلمية والاستنباطي وهو وجهة نظر النظرية زي ما هم تكرين في المقولة الشخصية دي مين عندي شخصيات او نمازج كانت مطبقة لاستخدام هذا المنهج وهما نموذج كارل هنبل ونموذج جلوب بيرنر ووليام هويل مين معنا في البدايل وهو كارل هنبل يبقى هو ده الاجابة الصحية السؤال اللي بعده يهتم بالعمليات المعرفية التي يستخدمها الانسان في تأدية الأعمال التي تعد فائقة القدرة الذهنية يجسد ذلك مفهوم فائقة القدرة الذهنية معناها ان انا بتكلم عن حد زكي مستوى زكي فمهتم بالعمليات المعرفية اللي بيستخدمها الانسان يعني انا مهتم جدا بازاي الانسان بيتعامل مع مشكلاته بزكائي يبقى أنا هنا بتكلم عن مفهوم إيه؟ الزكاء الإصطناعي شوف مع بعض آخر سؤال اهتم بدراسة حركة الزرات التي إن ازدادت سرعة كانت حرارة وإن قلت سرعة كانت برودة وإن تزاحمت كانت صلابة وإن تباعدت كانت ليونة من خلال استخدامه للمنهج الاستقرائي التجريبي وهو جابر بن حيان الحسن بن الهيسم جون ستيورد ميل وفرنسيس بيكون هتحتاروا شوية في الاختيار ما بين جابر بن حيان والحسن بن الهيسم الشخصيتين دول اللي استخدموا المنهج الاستقرائي التجريبي طيب هنا احنا بنتكلم عن تجربة عملية ولو رجعنا للشخصيتين هتلاقوا إن جابر بن حيان هو رجل التجارب العلمي أو هذا ما أطلق عليه زي ما درسته الحسن بن الهيسم هو عالم بصريات ورياضيات ودرس الفلك والفيزياء فبالتالي مين اللي كان أكثرهم أو أطلق عليه رجل التجارب العلمية هو جابر بن حيان وبما أني بتكلم هنا عن حركة ذرات وبتكلم عن تجارب علمية فهختار جابر بن حيان ودي هتبقى الإجابة الصحيحة أتمنى تكونوا استفدتم للمراجعة النهاردة وإن شاء الله تجاوبوا الأسئلة بطريقة كويسة وتحاولوا أن أنتوا تختاروا البديل الصحيح من خلال فهموكوا للاسؤال بشكل كويس أشوفكم في المراجعة جاية إن شاء الله